اشتركوا في القناة من حضراتكم هبدأ اقول لحضراتكم معلومات جديدة جدا ترسم بها اي وردة ملفوفة او تخترع انت وردة من دماغك ركز معايا بالقلم الرصاص ايه المفاتيح او اهم النقط اللي موجودة في الوردة علشان كده نقدر نبنى عليها باقي الوحدات بتاع الوردة يعني الوردة بتتكون من اوراق يعني وحدة البناء بتاعتها الورقة الورقة الوحدة تمام فاحنا هنا هنتكلم على البداية البداية ابدأ من القلب ولا ابدأ من بره الاوراق الخارجية بص صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وابلى اي حاجة تحط لايك اسفل الفيديو وان شاء الله تشترك في القناة لو حضرتك لسه مش تركتش في القناة شباب في مفاتيح مهمة جدا ونقطة مهمة جدا هنا في القلب بتاع اي ورقة بص كده ركز انا بشاور بالقلم فين حرف الواي حرف الواي بالانجليش هو النهاردة مفتاح الوردة بتاعتنا اشوف انا بشاور عليه ازاي هرسمه لك دلوقتي واكتبه بالانجليزة قدامك على الشاشة وانا مبطأ الصراع ده حرف الواي الكبير ده القلب بتاع الوردة الكبير قالص اللي من بره اهو انا شاورتلك عليه اهو بحرف واي ده ده القلب الخارجي خالص تمام فيه قلب داخلي اهو انا شاورته فيه قلب صغير خالص جوه يعني ده تلات قلوب من دقل بع تلات لفات من دقل بع ادي واحد ودي التاني فوقيه ودي التالت هناك قالص صغير ومقابلين بعض بيتلتقوا مع بعض في مقطة واحدة اللي انتوا شايفين هدي اللي انا شاورت عليها راجع الفيديو تاني وتقدر تركز في الاماكن بتاعتهم طيب اه تلات لفات من داخل بعض يعني تلات قلوب القلب الكبير من جوا قلب اصغر من جوا قلب اصغر وبعد كده بنفرش الاوراق بتاعتنا بالشكل حضراتكم شايفينه ده بالقلم الرصاص وايه او التبشير وبنملى الوردة بتاعتنا باللون الابيض او اللون اللي انت عايز تملى به يعني انا هم لها النهاردة باللون الروز او الفوشية الفاتح زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده طيب وانت رسم الوردة بالتبشير ما تنساش ترش الضل بتاع الوردة علشان تظهر قدامك الوردة برزة وسري دي نفرة عن الحائط وبنخلص كمان الاوراق الاخضر اللي هي حوالين الوردة البلدي من بره وكمان بنرش الضل بتاع كل ورقة من الورقة الاخضر بالشكل ده وهاقرب لك الكاميرا حالا هتشوف شكل الضل تخلي الورقة الخضرة بقت ايه نفرة عن الجدار وبتحس ان هي كده سري دي حبة الضل من نفس اللون الحيطة ومن نفس اللون الجنب بالشكل ده اهو قعد الضل يا شباب الخارجي اللي هو بره الاوت لاين او بره الوردة بتاعتنا خالص ولو حصل تغبيره زي اللي انت شفتها دي تقدر بالفرشة بنفس اللون اللي انت ماليت به الوردة وتلمها من تاني هعيد رسم الوردة بتاعتي بالقلم الرصاص تاني من جديد وزي ما حضراتكم شايفين كده هبدأ بالمسدس الرش باللون الفوشيا الغامق اللي هو الدم حضراتكم ده وده عبارة عن درجة احمر محطوطة على الورنيش اه المائي تمام يا شباب وبالمناسبة انا اتكلمت في الكام فيديو الاخير يعني حوالي فيديوين او تلاتة عن استرقت تجهيز الورنيش المائي اللون على الورنيش المائي وايه فايدته وازاي اظلل بيب الشكل حضراتكم شايفينه ده واتكلمت وقلنا انه ده اعتبر بديل للالوان الدوكو يعني من النهاردة تقدر ما تتشغلش بالالوان دوكو وتقدر تتشغل بالالوان على ورنيش اه تفاصيل كتيرة جدا في الوردة دي انا هتكلم فيها واحدة واحدة ومش عايز حضرتك تصرع الفيديو علشان كل المعلومات تبقى مترابطة وتقدر تقوم بعد ما تسمع الفيديو لو تتفرج عليه تقدر ترسم الوردة دي على اي جدارية انت عايزة سواء انت رسمه ابتدأ او نقاش بحابب تتعلم الرسم انا بالمسدس الرشو باللون الغامق كده بدأت احط اماكن تضل يا شباب على الالم الرصاص اللي انت رسمت به الخطوط اللي انت رسمت بها بالالم الرصاص بتبدأ تظلل عليها بالشكل ده فاول 3-4 ورقات من الوردة من الورق الكبير اللي هو ناحيتك انت وانت واقف الورقة دي مهمة جدا والورقة دي اكتر ورقة معرضة للضوء وهي عبارة عن ورقة مقلوبة على بعضها يعني ورقة ملفوفة مفرغة من الداخل او ورقة مجوافة او عارف انت الورقة اللي هي لما تقطعها من الكراسة او الكشكول اللي هي في النص اللي هي بنسميحنا فرخ او في النص الورقة المجوز هي دي كده بالظبط طب ازاي وهي باينة قدامي بالشكل ده مش مجوز ولا حاجة ركز معايا عشان هقولك ليه انا بدأتها كده وازاي هتوصل لانها تبقى ورقة مجوز متنية على بعضها انا الاول الورقة دي بالابيض يا شباب ركز معايا خدتها بالابيض لانها معرضة اول الضوء وبعد كده تقلت اوي اللون الغامق على اخرها في الدوران بتاعها في الظهر بتاعها من هناك ليه لاني لسه هدخل بالجزء ده الجزء اللي هو المتن منها بس تحت فهبدأ اجيب الجزء اللي متن منها بس فوق حالا بالفرشة زي ما حضراتكها تشوفه دلوقت فشوف انت الخطوات ازاي انا رسمت الورقة الملفوفة على بعضها بالشكل الجميل ده والسهل ده اهو ركز بعد ما خلص بالفرشة اللون الابيض هتلاحز حاجة مهمة جدا هتلاحز الورقة كده كملت عبارة عن ورقة ملفوفة او متنية على بعضها كل الورقة دي اللي متنية على بعضها دي دي خارج الوردة خالص معرضة للضوء قوي وهي اعلى مكان في الوردة هنا اه في في موازاه لقلب الوردة بالضبط طب الورقة اللي جات بعدها دي ايه الورقة دي هي اول قلب كبير في الوردة من بره فاكر حرف الواي كبير اللي انا شورتلك عليه حرف الواي هو ده الورقتين اللي بيتقابلوا على بعض عشان يلمول الوردة كلها من جوة دي المحفظة اللي شايلة الورق الصغير كله جوة اهو وكمان هاجي بعد ما بملاهب الفرشة كده الابيض هاجي بقى بمسدس الرش كده واحط الظل بتاعها تحتها هتلاحز انت حاجة هتلاحز ان انا بجسم القلب بنفس اللون اللي فيه في مسدس الرش الدرجة الغامة وقلتلك الورنيش لما حط عليها لون اقدر اجيب الغامق منه والفتح منه في نفس الوقت وهي دي ميزة الورنيش على اللون على ورنيش طيب يبقى كده انا خدت الورقة المتنية على بعضها ودخلت ابدأ بقى في اول ورقة في ورقة القلب نفسه الورقة الكبيرة اهو وهشغل بقى في الجنب التاني هناك اللي هي يكمل حرف الواي دلوقت ان شاء الله طبعا الورقة دي فيه من جواها حرف وي تاني اهو شفت انا رسمته اهو بمسدس الرش حالا كل اللي انت بتعمله انك انت بعدها بترسم الورد ده بالقلم الرصاص بتمشي بالضل او بالدرجة الغمقى على الخط بتاع القلم الرصاص وتبدأ تلم بالفرشة الابيض زي ما انت شايف كده شوف الورقة لما خدت بالفرشة ابيض عطاني ورقة من جوا من جوا القلب الكبير اللي قلتلك عليه وتحس في كده فيها بتانية البر اهي وانا هنا في الوقت ده دلوقت انا بشغل في القلب الصغير خالص اصغر قلب جوا اهو وهقول لحضرتك هيظهر ازاي دلوقت بلفة صغيرة بوش المسدس كده في زي ما يكون بترسم دايرة صغيرة او كرة صغيرة في القلب هناك خالص هيكمل معاك شكل القلب الصغير وانت لو رسمت القلب الوردة صح تعتبر رسمت الوردة كلها صح اهو شوف اللفة الصغيرة لنافتة دي ابي حرفه واي تحتها هون هو القلب الصغير وفيه اللي اكبر منه وفيه اللي اكبر خالص المهم يا شباب تقدر تملى الشاشة بتاعتك في التليفون زي ما انا متعود عن نفسي بتفرج على اي فيديو لأي فنان او رسام على اليوتيوب بدوس على المربع اللي على الشاشة من على اليمين من تحته وده بيعمل لي حاجة اسمه ملء الشاشة او خلي الشاشة بتاعتك في بتاع التليفون في وضع الدوران علشان لما الشاشة تبقى ممتلقة وكبيرة تقدر تتفرج وتستمتع بالشغل وتفهم كويس او معايا انا عايز اقول ايه دي بقى يا شباب ورقة الورقة التانية اللي هي متقابلة لا الورقة شفت انت القلب الكبير اللي احنا رسمناه من شوية دي ورقة من بره خالص من بره خالص لافة على القلب من بره تعالى نتكلم عنها كده او تقدر تقول زي الورقة المتنية على بعضها من ناحية اليمين في ورقة متنية على بعضها برضو بس من ناحية الشمال هناك اللي هي الورقة الكبيرة دي زي ما انت شايف كده ما فيش حاجة صعبة كل حاجة ببسد الصراش وطبعا التوفيق ده من ربنا سبحانه وتعالى بس انت لازم تكون وصق في نفسك شوية وما تستصعبش الامور وما تسمعش لاي واحد يقولك انك انت مش هتعرف ترسم وما تسمعش لاي واحد يقلل من عزيمتك ويديك طاقة سلبية ويقولك يا عم كبر يا عم انت ده حاجات صعبة اهو ادامك اهو شايف الورقة الملفوفة على بعضها ناحية اليمين دي اصبحت ورقة تاني ملفوفة على نفسها في ناحية الشمال وبكده انا رسمت لك ورقتين ملفوفين الورقة منهم متنية على بعضها واحد يمين وواحد شمال الاتنين دول من جواهم قلب الوردة من جواهم القلب الكبير بتاع الوردة اللي هي الحافظة بتاع الوردة اللي شايلة كل الورق الصغير اللي جواها وفي الاخر بالمسدى صراش بدل اضاءات بتاعتي اتمنى يا رب اكون في التوكو النهاردة ما تنساش لايك اسفل الفيديو ولو حضرتك اول مرة تشرفنا في القناة واسعب نشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة